تجارب العلوم الماتعة المسمار العجيب افترض أن أحدهم سألك كم مسماراً تستطيع حمله برأس مسمار آخر إن كان جوابك مسماراً واحداً فقط فهذه التجربة لك ماذا نحتاج؟ قاعدة خشب فلين عدد أحد عشر مسمار بناء مقاس طويل مطرقة الخطوات واحد نثبت أحد المسامير في القاعدة اثنان نرتب المسامير كما هو موضح بالشكل بحيث تضع أربعة مسامير من كل جهة ثلاثة نضع المسمار المتبقي فوق المسامير السابقة أربعة نرفع المسامير بعد اكتمالها ونحاول أن نضعها على رأس المسمار المثبت بالقاعدة ماذا حدث؟ استطعنا حمل عدد عشرة مسامير على رأس مسمار واحد فقط الفكرة العلمية مركز الثقل وهو النقطة التي يتوزع حولها ثقل الجسم فعندما طابقنا بين مركز ثقل مجموعة المسامير مع رأس المسمار المثبت بالقاعدة أصبحت متزنة تطبيقات توازن سفينة في البحر حركة المهرج بثبات على الحبال المعلقة فكر ثم طبق ماذا يحدث لو حاولت جعل منظومة المسامير تدور حول نفسها؟ هندسها حاول أن تضع أكبر عدد ممكن من المسامير على مسمار واحد بطريقتك ولكن ناقشها مع معلمك أولا د Melissa ترجمة نانسي قنقر